ونستخدموها كمعقم التنظيف كل شي في الدار ربريك ليك ايه اليوم بش نحكيكم عالخل ايه نعم عالخل اللي هو يعد متعدد الاستخدامات في التدبير المنزلي وفما بشتوا يرقل توظيفه بفعالية في الدار دونكش نبدعكم بالطريقة الاولانية ونحب هناك الناس كل تسمعني وتحلوذني خاطر راه وراه والخل عنده بارشة فوائد من بينهم هو التعقيم راهو الخل ينظف الكوجينة اللي سالدوبا بيوت الصغار يعقمهم جوية متاع الصغار ما فيها بس كي راهو اللي جوية من يد اليد خاصة انك يبدأ عندك اكثر من زو صغار في الدار راهو اللي ميكخوب وكل شي بش يتنقلوا من لعبة اللعبة دونك ما فيها بس هاوكا مريرتين في الجمعة وإلا حتى تلاثة مرات تيخذك اللعب متاع صغيراتك وتيخذ تخشان فيها الخل تحلو بشوية ماء وتمسح بيه الجوي تمسح بيه لحيوت بلاي السالدين تمسح بيه لبوانيم تاع البيبين تمسح بيه شوية هكا بينسير الموبل ما غيمتها لكي بيه الموبل شوية أبين هكا تبدأ مبلولة شوية التخشان تنجم تمسح بيها حاجة أخرى الخل بيذرعه ونجمه نستخدمه في العينية بالشبابك كيفاش لازمنا أول حاجة نخفوه بشوية ماء والخل من أحسن الحاجات اللي نطفو البلار والشبابك دونك فالا عندكم الحاجة اللي لا نعقمو بالخل الحاجة الثانية في تنظيف الشبابك الحاجة الثالثة نجمون ياخذو زوسكيسين متاع خل نزيدوهم مثلا انت بش تعمل بانو لكن عندك هكا ماء حضرتو بش تدوش بيه هذي كتجم تزيدو زوسكيسين متاع خل تفاح ودوش من بليتوت هكا كيما نقولوا احنا تشالل بيه تشليلة الخرانية راهو يناعم برشة البشرة ويعطي اكل شعر مظهر صحي على الاخر والناس اللي تعاني من القشرة نقولكم راهو الخل طيارة برشة ويناحي القشرة دونك الناس اللي هاكا جوز عندها دوش في دارها ما عندهش بانو تجم الدوش على روحها وفي التشليلة الخرانية تيخذ الترف ماء هكا تحطو في حكا ولا في تاسع تزيدو شوية خل وتحط بيه هو الخراني في راسا يناحي القشرة الكل الخلة بيزيدها يناحي كالرواسب اللي نلقاوهم عالس باب اللي متاع سالدوبان ومتاع الكوجينة كي تبدو تشوف السبالة بديت تشهب وبديت تعطي يبدو فيها كيما كل هكا كل كريدغ هكا يبسين في السبالة هذيك راهو تجمو تيخذو كيما كل عادة هكا منشفة صغيرة تحطو فيها شوية خلط هلو بشوية ماء وتمسح بيه سباب لك الكل يرجعو يلقوا لقان كيينك توطوا ما زلت كي ركبتهم للناس اللي تحب تنظف كيما نقولو احنا البلاسا اللي بختيم يعني كيما نقولو احنا متاع التوالات واللي كوان متاع البانو هذوكم تجمو تحط الخل يأما في التوالات يأما في البانو وتخليه ليلة كاملة ينحي الرواسب اللي موجودين الكل فيش بيه اخر الخل نجمو نحطو كيس متاع كربونات السودا في كيما نقولو احنا في لافابو كي يبدأ مسدود نعرفو احنا تبرك الله طويقا في الخريف الشعورات كلها طايحة ومش حتى مش عار برشة الصغار كل مرة يطايشو حاجة في لافابو ولا في الكيسوة متاع السدومة ولا متاع الكوجينة معليكم كيما قلت لكم تحطو كيس متاع كربونات السودا في البرتي متاع لافابو المسكرة وتزيدها زوس كيسين خل ابيض وتخليها شوية بعديك تصب عليها ماء مغلي اوتوماتيكمو باش يتسرح لفابو متاعك ويتريكل اخر حاجة بيه يعملها الخل اللي هو نجمو نعملو بالنسبتين متساوياتين معنا مش ناخذو كيما الخل كيما الماء ونحطوه على البرتيم يبدأ عندك برتيم متاع بابي بان تحبت ناحية كالكو سواء في بيتك ولا في السالان ولا في بيت الصغيرات فما بابي بان تحبت تخلص منه اما كيجي تجبد البابي بان تنحي يخلي التراس على الحيت وإلا شطره يقعد على الحيت نحابا اقول لكم تجمو تاخذو فاشفاشة تحطو فيها خلو ماء قد ما تحطو خل قد ما تحطو ماء تفشفشوها على البرتيم متاع متاع البابي بان الكلو وتخليوه شوية بعد اوتوماتيك موكينتي تجبد يجي معاك لكل اكل كولامتاع وكلها تتنحى وما تخليلك حتى التراس في الحيت كانوا هذو كيفية استخدام الحل للتعقيب والحاجات اخرين في الدار في ربريك ليك ملحم زين على واي نرجو لكم شوية اخر في البيئين وباش نعطيكم كيفاش تنسقوا الوين غرف